اشتركوا في القناة المدارس التاريخية يشمل اعداد تصاميم ووضع افضل الحلول الهندسية اللازمة لاستعادة قدرة المدرسة التشغيلية وطابعها التراثي في اطار الخطة الحكومية الممنهجة لصيانة واعادة تأهيل المدارس التاريخية التي مر على تأسيسها عدة سنوات تصل مدرسة مريم بنت عمران الابتدائية للبنات الى صورتها النهائية بعد الانتهاء من اعمال الصيانة واعادة التأهيل الذي شمل على تطوير المباني القائمة فيها برنامج شامل لمحافظة على المباني التاريخية يهدف الى دعم العملية التعليمية في البحرين وايضا من خلال اختيار دقيق لوضع المعايير الفنية وايضا الاستفادة من القدرات الموجودة عند الشركات الوطنية وذلك تم الحرص على اختيار المقاولين المواحلين لهذا النوع في اعمال اعادة تأهيل مدرسة مريم بنت عمران الابتدائية للبنات تم مراعاة الشكل التراثي للمدرسة خلال اعمال الصيانة وذلك لاعادة شكلها المعماري الاصلي وفق معايير الجودة والمواصفات المعتمدة بحسب متطلبات وزارة التربية والتعليم وهيئة البحرين للثقافة والاثار مشروع اعادة تأهيل هذه المدارس سوف يستمر وهو جزء ايضا من مشروع كبير لتوفير 18 مدرسة جديدة توفير 24 مبنى اكاديمي اعادة صيانة عدد كبير جدا من المدارس وهو جزء من اهتمام حكومة مملكة البحرين برأسة سيدي صاحب السنو الملكي الامير السلمان بن حامد آل خليفة وليل عهد رئيس مجلسة الوزراء بتوفير الخدمات التعليمية للمواطنين وان تكون ذات جودة وفي نفس الوقت ان تكون عملية الوصول الى المدارس طبعا يعني سهلة وميسرة وفي نفس الوقت سوف تستمر وزارة التربية والتعليم في متابعة هذه المشاريع والتحقق من استفاهها على الوجه الاكمل اعادة تأهيل مدرسة مريم بنت عمران الابتدائية للبنات يأتي ضمن اعادة تأهيل خمس مدارس تاريخية من اجل تعزيز البيئة المدرسية المناسبة للابناء الطلبة واعضاء الهيئات الادارية والتعليمية والفنية بما يحقق الاهداف التعليمية والتربوية ضمن برنامج تأهيل المدارس التاريخية لمواصلة تقديم الدعم للعملية التعليمية في مملكة البحرين شمل التأهيل مدرسة مريم بنت عمران الابتدائية للبنات من حيث وضع افضل الحلول الهندسية اللازمة للمدرسة لاستعادة قدرتها التشغيلية مع الحفاظ على طبيعها التراثي إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين